اشتركوا في القناة والمضاءة دروبهم والمجابة دعواتهم ورزقكم ربي طول العمر وصلاح العمل مع طيب المقام وحسن الختام واجعلكم من أحباب سيد الأنام وأدخلكم جنة الفردوس بسلام اللهم أحسن خاتمتنا اللهم نستودعك أنفسنا وأهلنا وممتلكاتنا وبلادنا وبلاد المسلمين جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 3 شباط فبراير طبعا القمر اليوم موجود في برج السرطان الآن هو موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لقاية الساعة 12 وسبع دقائق من بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضابط على العدو وبما أن القمر موجود في برج السرطان معناتهم نشعر في هاي الفترة بقوة العاطفة من حاول خلق الجو من الأمان إنه لأحبانا ومن ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومن من يذرف الدموع وهي يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي منشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأنه حساسيتهم بتكون في أوجها بوسعنا في هاي الفترة إما شراء أو استئجار أو بيع عقار وزراعة نبت ماء أو شجيرة والانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا في عنا اليوم زاوية عنيفة طبعا حذرت منها في حلقة انتقال الزهرة هي زاوية التربيع السلبية اللي ما بين الزهرة وما بين المريخ اليوم رح تبدأ تأثيراتها ومن اليوم اللي هو ثلاث اثنين ورح تستمر حتى يوم سبعة اثنين طبعا هي لها تأثير كمان يبل بثلاث ايام وبعد بثلاث ايام من هذا التاريخ ذروتها يوم خمس اثنين طبعا ذروتها رح تكون الساعة ثلاثة وثمانية وعشرين دقيقة صباحا من صباح يوم خمس اثنين هاي الزاوية بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب واكثر المتضررين هم المتزوجون لانها بتخلق لهم مشاكل عاطفية الها توابع سلبية فعشان هيك الفترة هاي ضبط الاعصاب مطلوب والبعد عن النقاش والخلاف برضو مطلوب عشان ما نصل لمرحلة الفراق اللي رح يصير بشكل يعني ما رح تتخيلوه برضو هاي الزاوية بدل على ازدياد اعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث اغتصاب والفضائح الجنسية والخناء الخيان الزوجية وبعاني الفنانون والمطربون من عدة صعبات في تسويق اعمالهم الفنية وهاي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية نهائيا اي مضاربات اي استثمارات مالية بورصة اسهم انسوا الموضوع في هاي الفترة وبرضو طرح منتوجات جديدة للأسواق اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربية سلبية بين الشمس وبين اورانوس وهاي مستمرة حتى يوم سبعة اثنين بيتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اكترات للعواقب كما بيتمرد بعض الابناء على اهليهم غالبا في حدوث هاي الزاوية او زوايا السلبية ما بين الشمس وما بين اورانوس بتحدث بعض الثورات او الانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبتدل على تغييرات او ازمة مفاجئة في حكومة ما واحتمال اضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة وبتدل كذلك على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث الها علاقة بالسك الحديد اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الشمس وبين المريخ وهي طبعا تأثيراتها لليوم اخر يوم لالها وهي زاوية بتعزز قدراتنا القيادية وبتشجعنا على الاقدام على خطوة جديدة وجريئة اما بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل فعنا ثلاث زوايا مع القمر اول زاوية زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبين اورانوس وهي تأثيراتها طيلة النهار هي ذروتها ساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة صباحا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين عطارد وهاي رح تكون الساعة 12.8 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها برضو طيلة النهار او من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء بعض الاشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لا طائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع اما بالنسبة للزاوية الاخيرة وهي زاوية تتليث ايجابية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون دروتها الساعة 8 ودقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الظهر ولغاية ساعات ما بعد منتصف الليل بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فانه اكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية خلال هذا اليوم واذا شعرنا بايشي غير اعتيادي الراجع الطبيب او نخذ العلاج او مراجعة الطبيب لفحص او كشف على هاي الاعضاء المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثدي غشاء الجنب والسفاق وايضا الجهاز اللينفاوي وعظم الصدر وما بجوز عمل عمليات جراحية لهاي الاعضاء الا اذا كانت عمليات صغرى او حتى اذا كانت اضطرارية ويفضل تأجيلها وخصوصا عمليات اللي لها علاقة بالجراحة الكبرى بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية ولكن بدكوا تنتبهوا خصوصا اللي عندهم ميوع في الدم بدهم ينتبهوا لانه الان مراحل اكتمال القمر وهي المراحل ما مننصح الا بالعمليات الطارئة خوفا من النزيف وخصوصا اللي عندهم سيولة بالدم او اللي بياخدوا مميعا الدم اما بالنسبة لها عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة بنصح فيها الا عملية التكميم للمعدة يعني الا اذا كانت الطرارية ومحجوز موعدهما في مجال التأجيل هذا اليوم لا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج السرطان اليوم معناته خلو المسار رح يكون يوم الغد بكرة السبت اربعة اتنين بيبدأ خلو المسار الساعة ستة وثمامتاشر دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثمانية وثمانية واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الاسد اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المكتمل عمره 13 يوم في تمام الساعة وحدة وثلاث دقائق بعد الظهر بصير عمره 14 يوم نسبة الاضاءة بتصير 90% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدرو حتى يوم 18 اتنين سعيد بنسبة 15% القمر في السرطان حتى يوم 4 اتنين سعيد الان بنسبة 10% في ساعات منتصف الليل بتصير سعيد بنسبة 30% ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 60% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% وفي ساعات الظهر بتنزل نسبة السعادة ل 15% وبتكمل طيلة النهار على هاي النسبة عطارد في الجدي حتى يوم 11 اتنين سعيد بنسبة 60% الزهراء في الحوت حتى يوم 22 اتنين سعيد بنسبة 10% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25 ثلاثة سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16 خمسة سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29 ثمانية سعيد بنسبة 15% ونبتون في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23 ثلاثة سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنهم كل يوم في أمور إلها صلة بالبيت والعائلة مثل يوم أمس أهم مش إنه ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة اليوم أفضل من يوم أمس اليوم في مناسبة أو في حدث عائلي مفرح رح يكون لا إلك طبعا ناشي نقول لك كل موليد برج الحمل لجزء من موليد برج الحمل رح يستفيدوا كثير خلال اليوم عائليا أو بيتيا بوسعك ودخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بك تحذروا الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستأمن تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك ونشاطاتك لعباء طبعا رح يكون عندك بعض الالتزامات أو بعض المتطلبات العائلية أو البيتية خلال هذا اليوم برج الثور اليوم كمان رح تنشطوه في التنقلات والاتصالات والسفريات والنتائج اليوم أفضل من يوم أمس اليوم بدكوا تكونوا يعني تبذلوا مجهود أكبر على أساس أن تحاولوا تكسبوا من هذا اليوم باتصالاتكم سرعة البديحة بتنقذك في كثير من الأمور برضو عندك ليوني بالتعامل وعندك رغبة بإنجاز كثير من الأعمال ويعتبر هذا يوم مناسب جدا لإجتياز امتحان أو للسفر أو للاتصالات بتقدر تدافع عن مبادئك ولكن دافع عنها بليونة ودبلوماسية وانتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة ممكن تتمم لقاءات واجتماعات عمل مفيدة وتتخذ خلالها بعض القرارات المهمة اللي رح تكون لصالحك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم في فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعودلهم أو يحصلوا على هدية أهم شيء تخففوا من النفقات ونظموا أموركم المالية وما تسمحوا للأقصاد بالتراكم وإدفعوا المستحقات والأولويات وما تدعى أي شخص أنه يغشك أو يدفعك لتوظيف الأموال أو حتى أنك أنت تهرب من الواقع إذا عندك مشكلة عاطفية أو مشكلة عائلية تهرب من الواقع على صرف الفلوس لإثبات ذاتك بأنك أنت حر وصاحب القرار ولا تغامر بأموالك برج السرطان بالنسبة لأموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحنون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهم شيء أنه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم بشكل عقلاني ويكون الحق معاكم في هذا الموضوع بتكون النتائج ممتازة بتزداد عازمتكم وبترتفع المعنويات والحضوض وبتكون ناجح في التحرك أينما تشاء حتى عاطفيا ماليا عمليا صحيا في أي مجال أنت اليوم مبدع فترة إيجابية رح تلمس من خلال هذا اليوم انفراج وتقدم ملموس برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا القمر مازال موجود في السرطان بيت المتاعب لغاية ظهر الغد فبسيطر التعب عليكم خلال هذا اليوم أيضا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل واخلدوا للراحة من وقت لآخر هاي الفترة فيها يعني فارغة وممكن تخفي عداوة أو مؤامرة أو خداع بعض الأشخاص لإلك عليك تجنب المشاكل راعي أعمالك وسيرها أخذ بعين الاعتبار التأخير في المواعيد والنشاطات ممكن اليوم شوي هيكي بتشعر ببعض الخيبة من بعض الأصدقاء أو المعارف أو الأشخاص اللي بوعدوك بشيء فاليوم ما رح يوفوا فيه برج العذراء بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم بشكل كثيف عندكم حركة ونشاط واتصالات وحوارات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أو يتفقدوا بعض الأصدقاء باتصالات يتجنبوا انتقاد أي شخص اليوم اليوم أنت بتحتاج لحجد التأييد باستطاعتك كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك يعني اليوم نجاحك كله بيتركز على العلاقات الاجتماعية والمعارف واليوم بيعطيك نجاح وبيعطيك انتشار أكثر برج الميزان ابتتركز جهودكم اليوم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء انهم ما تشوهوا سمعتكم لأن هالظروف ضاغطة وممكن تحمل لك فرصة عمل مهم جدا ما بجوز الفشل فيها بدك تكون منتبه لكل شيء وما تتركضيش أو إلا هو يتسبب بأخطاء لا تغتفر يعني بدك تركز بشكل جيد وخصوصا على أي معاملات مالية لا مجازفات ولا مغامرات اليوم برج العقرب بتنشطوا اليوم برضو في مجال الاتصالات البعيدة والتعامل مع الجانب والسفريات أوراق السفر المعاملات ولكن بدك تكونوا أكثر صبراً أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميلوا للاسترخى والاستجمام ولكن يجب أن تحذر من الفوضى هاي فترة مناسبة للتشاور لعقد المفاوضات للمشاركة في مختلف النشاطات حتى على المستوى العاطفي والأمور المالية حتى الدراسة الجامعية وأخذ دورات أو تعلم لغة جديدة أو أقلها النقاشات إذا بتناقش في أمور فلسفية أو دينية أنت اليوم رح تكون مبدع برج القوس بتنهمكم اليوم في ضبط شونكم المالية المشتركة ورغم النفقات إلا أنه اليوم في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض بترغبوا اليوم في لفة الأنظار وتبديد الأجواء السلبية حاول أن تخرجوا مع الأصدقاء وامرحوا فكروا بالغد باستقرار وضعكم المالي أهمش أنه ما تستعجلوا توقيع أو عملية تجارية حاليا فحاول أنك تدرس الفكرة ما تغامر ما تجازف ابعد عن أي مضاربات مالية بالفترة هاي لأنك الحلقة الأضعف وبرضو ركز بالمعاملات المالية يعني إذا لك حقوق حاول أنك تطالب فيها وبرضو لا تقرض حد ولا تداين حد فلوس برج الجديد بينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة وتقدروا اليوم تبحثوا عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاء العمل والعاطفة أهمش أنك تتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها وحاذروا المواجهات الكلامية لأنها الأجواء يعني سلبي جدا بالنسبة لأي شيء لأعلاقة بالحدية والمشاكل وخصوصا أثناء التعامل مع أزواجكم لا تسمحوا باختلاق المشاكل لأنها فترة خطرة مثل ما نبهت في بداية الحلقة حاذروا من مخالفة التعليمات والقوانين أيضا وتعتبر هاي فترة باعتبرها على مستوى التعامل العاطفي تحديدا من أسوأ أيام الشهر برج الدلو بيتراكم العمل لديكم اليوم لأنه اليوم في كثير من المتطلبات فحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم أهم شيء أنه ما تدخلوا في مواجهة مع زميل واليوم رح تكثر عندكم التنقلات وورشات العمل وممكن تضطروا لتقديم المساعدة إلى أحدهم أهم شيء أنه اليوم تنتبه لأنها رح تكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها وإذا كتكون حريصة على صحتك أيضا لأنها فترة دقيقة من ناحية العمل ومن ناحية الصحة وانتبه من بعض الزملاء برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم من الأيام المميزة جدا ولكن عندي تحذير اليوم مميز على مستوى الحب والغرام والحضوض والدعم والطاقة والترفيه والتجميل يعني اليوم يوم مميز بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم أهم إشي أنك ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك هاي واحد وممكن تحمل هاي الفترة انفراج بسيط وتعاطف عشان هيك حاول أنك ما تقف مكتوف اليدين بل تحرك هذا واحد اتنين ابعد عن أي مشاكل أي مشاكل ما بينك وبين الحبيب لأنها ممكن تنغطع العلاقة بشكل يعني مخيف أو مرعب فعشان هيك ابعد عن المشاكل والمشاحنات أجل موضوع المواجهة لبعدين هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة